إحنا الحقيقة في دنيانا الآن في صراعات صراعات مالية الكرة الأرضية وإحنا كبيوت وكأسر وكمجتمعات وكدول الكل متأثر بالأحداث التي تحدث من حولنا ففي كل مكان تجد حلفاء الشيطان يعيشون في كل مكان والحقيقة يبصون الرعب في الناس في البرامج يبصون الرعب في الناس يعني تلاقي العرب طالعين يقولوا هنعمل إيه والدنيا خربانة وخلاص كذا وإيه والبرنامج يخلص قنوات ومواقع مصروف عليها مليارات عشان تخوف شعوبها مش عشان إن هي تقوي شعوبها وتعلّي الإيمان في قلوب شعوبها وتعلّي الثقافة في قلوب شعوبها وتأخذ الشعب من الترفيه إلى التوجيه ومن التسلية إلى التوعية وتبدأ إن هي تبني هذا الشعب على فهم وعلى وعي وعلى إدراك وعلى عز وعلى فخار منصات وتلفزيونات مهمتها تخويف الناس وصناعة برامج مصروف عليها ملايين الدولارات مهمة هذه البرامج هي إيه تخويف الناس وترويع الناس من اللي جاي من اللي جاي خدت بالكم بنشوف دلوقتي مثلاً من ضمن البرامج اللي هي طلع علشان إن هي تبس فيكم الرعب وتبس فيكم الخوف والحزن والكآبة البرامج اللي هي بتطلع تتكلم عن الغيبيات اللي بتتكلم عن الرمديين ويوجد الرمديين الذين سيظهرون وسيسحقون وسيقتلون وبعد كده يقول لك والبوابات النجمية اللي هيخرج منها ومعروفة أماكن البوابات النجمية وبعد كده يقول لك وهناك في الكواكب هناك حياة ويعيش فيها ناس والهجوم هيبقى علينا هيبقى علينا الهجوم الخروج من باطن الأرض علشان يهجموا علينا والنزول من السماء علشان يهجموا علينا وإحنا في موقف ضعف وإحنا خلل خلل فيش كلام ده دي برامج معمولة علشان ترعبنا أنا طبعا دار السينما دار السينما قسمي إخرج لما الغرب بدأ يصنع صناعة السينما وعنده رسائل عايز يوصلها للشعوب مثلا عايز يحتل الدولة الفلانية بعد عشرين سنة يوم يعمل أفلام زمان عمله الرجل الأخضر الذي لا يستطيع أن يقف أمامه أحد والرجل اللطوات والرجل الشبح والرجل العنكبوت يبين لك أن الشخصية اللي في الدولة دي ما حدش يقدر عليها فلما تيجي تحتلك سلم لهم ادلهم التسليم طبعا والأفلام دي بتسبق علشان الفيلم أو العمل الدرامي هو لتغيير إدراك الناس وتغيير تفكير الناس وتهيئة العقول لاستقبال ما يحدث يعني وتهيئة العقول أنه حينما يأتي إليك محتل أن تستسلم يصنع لك بقى أفلام رامبو ويصنع لك كل الأفلام دي عشان يبين لك أنه هو الرجل الذي لا يقهر وهو يعني يقهر ونص وثلاثة اربع بذن جايلي على بلدي وبيتعد عليها ففي وطني أدافع وفي وطني أتقدم نيجي بقى على الكبات هم بيصنعوا برامج دلوقتي وخلي بالكم أنا علشان دار السينما فبيعملوا حاجات أبيض ويسود فيجيبوا لك راجل وطلع له أرنين والرجل دا كان بيلف كده فعد كده خدت بالك والفيلم أبيض ويسود وانت لا تميز الكادرات اللي في الصورة ولا تميز سرعة الكادرات ولا درجة الـ color correction اللي هي الألوان اللي في الكادرات ويبدأ يعمل لك بقى موسيقى الموسيقى دي احنا عندنا عندنا موسيقى تسمى موسيقى الإحاء اللي هي الموسيقى الرقمية الموسيقى الرقمية دي أستطيع أن أقول إن هي أصبحت موسيقى المخدرات بالأول بيعملك حاجات تتناسب مع العقل الشمال وبعد كده يعملك ضربات معينة تتناسب مع العقل اليمين وبعد كده يعملك التهيئة الكاملة للجسم أن يستسلم لهذا الأمر إن الأمر دا لو جالك أنت تستسلم له بالكلية تتناسب مع العقل الشمال المخدرات تتناسب مع العقل الشمال المخدرات تتناسب مع العقل الشمال المخدرات